أكد معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة العمل على تعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولفت معالي لأن مقتضيات المرحلة تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون للتعامل الأمثل معها وضمان سير العملية التنموية بدول مجلس التعاون وفق الأطر المرسومة لها بما يحقق تطلعات وطموحات أبنائها جاء ذلك لدى مشاركة معالي في الجلسة الوزرية المشتركة لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون بتنظيم من وزارة المالية بدولة قطر الشقيقة وبالتعاون مع جامعة جورج تاون وذلك في إطار ترأس معاليه وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة تناولت الجلسة حلقة نقاشية حول كيفية استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية وسط التحولات الجيوسياسية العالمية وتحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية الإقليمية والمتطلبات العالمية قد أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية إيجاد بيئة مناسبة لمزيد من تسهيلات التجارة في الخدمات والسلع بين دول المجلس كما أكد على أهمية قيام حكومات دول المجلس بالتركيز على توفير بيئة مناسبة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ذاكرا معاليه عددا من القطاعات الوعدة التي من شأنها فتح أفاق اقتصادية جديدة لدول المنطقة من بينها قطاع السياحة حيث تمتلك دول مجلس التعاون الإمكانية اللازمة لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم مشيرا معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس على النحو الذي يعزز من المخرجات عملا بمبادئ التكامل الاقتصادي المشترك اشتركوا في القناة